اللهم بارك يعني ومختلف الأعمار وفي جنسيات كمان معنا ما شاء الله طبعا يعني أنا باعتبر هذه الجلسة كما قلت لحضرتك بالنسبة لي يعني كنوز ربنا وضعها بين إيدي أولادي وإخواتي وحبيبي يعني فخور بيهم جدا الشيخ محمد علاء طبعا من أهل القرآن الممتازين جدا محب للمدارسة التروطية وبالمناسبة هو أحد الأئمة الذين يصلون في الجامعة الأظهر الشريف يعني تم اختياره من بين متسابقين كثيرين ولكن الحمد لله يعني يمكن غدا إن شاء الله يعني يكون في الجامعة الأظهر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ابننا الشيخ محمد عبد الحميد بكري أحد طلبة المهد التروطي تعلمنا منه الانضباط في التلاوة أحكاما وتجويدا ووقفا وابتداءا حتى تفسيرا لمعاني الجمع الكرآنية فهو دائما ينصحنا إننا نتعلم التفسير ونقرأ في التفسير الآيات التي نقرأها حتى إذا ما قرأناها أمام الناس نستطيع أن نوصل المعنى المراد من كلام الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أن أعلمه البيان الشيخ يوسف الديب أحد طلبة معهد التروطي رمضان 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 يا قبس من الأنوار وهدية من عالم الأسرار رمضان قمنا في رحابك نجتلي نور السماء وطلعة المختار الشيخ صديق الله من دولة أفغانستان من الدارسين أيضا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونَ فِي حَفْضُ الْقُرْآنِ tall ri ... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم أحسنت يا شيخ أحمد بارك الله فيك الشيخ خالد منذور طبعا من أبنائنا ومن محافظة الغربية ويطاعمون الطعام ولا حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطاعمون الطعام ويطاعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعيمكم لوجه الله 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 ابني وأخوي وحبيبي فضلت الشيخ محمد عبد الكريم أصبح الآن محاضرا في معهد التاروتي هو يؤدي لنا ويحاضر في مدة أداب وأخلاق وسلوكيات قارئ الكرآن الكريم باعتباره دارسا في قسم الدعوة الإسلامية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الله 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 ويبشر المؤمنين الذين يابلون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله الله ابني الشيخ عبد الرحمن أشرف من المحبين أيضا للمدرسة التاروطية ودرس عندنا مرة واثنين وثلاثة جاء عندنا يعني أخذ دورات في الترتيل ودورات في التجويد رَبِّ اغفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الله 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 ابننا الحبيب الشيخ محمد أحمد شاسي من بريطانيا جاء خصيصا من بريطانيا يعني الأول مرة يزول مصر وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنَهُ ابننا الشيخ أحمد معوض برضو من الشباب اللي درس عندنا في معهد الطروتي وإن شاء الله يكون له مستقبل طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الله الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم عايزين نتعرف عليكم اكتر ونتعلمتوا ايه في الدراسة من خلال الشيخ عبد الفتاح على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي كمان أنا تعلمت من فضيلة مولانا الشيخ دكتور عبد الفتاح الطهرطي كيف يكون قارئ القرآن تعامله مع القرآن ومع الناس ولا بد لقارئ القرآن أن يكون أخلاقه قرآني وأيضا تعلمنا منه أحكام التلاوة القرآن الكريم ومقامات الصوتية وكيف أستخدم المقامات الصوتية في آيات القرآن الكريم كان دائما يقول لي أريدك أن تكون قارئا عالما أريدك أن تتخذ القرآن في حياتك رسالة ولا تتخذه مهنة العبرة ليس بما يخرج من فمك من تلاوة وإنما العبرة هل وصلت هذه القراءة وهل وصل هذا الأداء إلى قلب وعقل من يسمعك أم لا لأول مرة أتيت إلى مصر وقبل هذا ما كنت أدري شيئا من المقامات وعندما أتيت فالحمد لله الآن تعلمت كثيرا من مولانا الشيخ عبد الفتاح الطاروتي ختامه هامسكي زي ما بنقول وكننا ريسا نتكلم دلوقتي عن ربا الشعراء وعايزين نسمع آية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كانت بمعام الصباح طاقت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا يرزقنا صلاح القلب وصفاء القلب وإخلاص القلب وحسن العمل والإخلاص فيه الله تبارك وتعالى وأن يجعل كل أعمالنا خالصة اللهم أمين أو كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم حتى يأجرنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم